طيب شيخنا بارك الله فيك الأخ أحمد بن غازي يقول أنه أسلف وأقرض إنسان سلفها منذ سبع سنوات دولار مبلغ بالدولار منذ سبع سنوات فيقول الآن كيف يردهولي يعني كيف نحسبهوله نحسبله بالدولار متاع الزمان والله توق له طريقتين إما أن يرده دولارا إما أن يرده دولارا هو أعطيه كم سبع ألاف كم دولار أعطيه شيء بسط منذ سبع سنوات هو مبلغ لم يذكر المبلغ قال منذ سبع سنوات طيب 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 لو أعطاه ألف دولار في ذلك الوقت والآن بيردهولي إما أن يرده عينا يرد لنفس دولار يرد لألف دولار ألفين ثلاثة أو قدم منه ولو بالتقصيد مبلغ كبير كل مرة رد لشوية إذا تفهمه إذا بيقول لأ الآن أنا ما نبيش دولار أنا نبي عملة ليبية عملة ليبية طبعا هذا الفقهاء يقولوا إذا كان هو بعد الأجل يجوز قبل الأجل لا لكن بعد الأجل بعد الأجل وإن كان الأجل في قضية 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 اللي كان بنقص نقول الآن إما أن يرده دولار هذا فيش مشكلة نفس الدولار بيرده لليبي هذا يولي صرف يولي صرف بيولي بسوم اليوم ولو كان لما أعطاه لا نفترض لما أعطاه الدولار دينار دولار دينار واليوم الدولار بخمسة سبيعطيه بخمسة اليوم على أن يتناجزها في الحال هذه التي يقضيه في أندس يجو مجموعة مقعمزين ويدوروا صرح بناتهم يقول له با أردلك ليبيات ماشي الحال قديش اليوم الدولار يقول اليوم خمسة دينار ألف دولار في الخمسة معنا بخمسة ألاف دينار ليبي عليه أن يدفعها في ذلك المجلس لأنه صرف أصبحت الآن مسألة صرف فلابد أن يتناجزها مش يقول له خمسة ألاف أو ألف اليوم وخمسمية بعد شهر لا هذا يصبح نسية هذا يصبح رباء إذن إما أن يعطيه الدولار بعينه في الحال أو أن يقصطه له حر حتى تقصيط ماشي الحال حتى بالمئة دولار حتى بعاشر دولارات به وإما بالفلوس بعملة اليوم أو بسوق اليوم وأن لما يتصارفوا يتفهموا يعطيه إلا وقتي يعطيه إلا وقتي قد يقول لي الآن قال ليه لما أعطيه له حقه دينار دولار وتوه حقه خمسة كيف ونقول لك به هو لو قال لك أريد أن يبيه من حقه يقول لك أن يبيه دولار وإنت ما عندكش الآن المدينة ما عندهش يمشي يأخذ له من السوق بكم بيأخذه بدينار ولا بخمسة يلقى من بيحل اليوم بدينار بيبيه لها بخمسة أو خمسة وشوية إذن هي هي يا راي هذا لما يقول له يأتعطيني الآن دولار يعطيني صرف اليوم لأنه مرات يقول لك كيف أنا أزمان دينار لا بيعطيه الدولار الدولار كان عندك وعطت هلّة ما هو هو إذا بعتبت بيعه خمسة وكأنك بتشريه إلا بتشريه خمسة فهي هي إذن إما أن يعطيه الآن الآن يجيب له الدولار عين الدولار وبال بهكا بال مع بعض أو كاملا أو أن يقصطه له لا بس وإما أن يتفع على العملة الليبية فيكون صرفا فيتصارفا في المجلس ويدفع له في المجلس إذا ما يدفع لهش بعدين يسمح ماذا ريبا ناسيا هذا كثير من يحصل حتى في مسائل مسائل مؤخر النساء مؤخر النساء الدهب الليرة لما يجب لأخيه العاشر ليرات والعشرين ليرة إما أن يدفعها ليرة ما رأي تقول عليهم بفلوس كم الليرة اليوم بكاد يضربوهن وبعدين يقول له يلا كل مرة جيب لي شوية ما صيرش كل مرة جيب لي شوية في الليرات العشرين ليرة قال له كل مرة أعطيني سامحة يعني أعطيني خمسة كل عام كل شهر ماشي الحال في الليرة نفسها نفسها أما إذا حولوها إلى فلوسيبيات فهذا صرف فهو بصرف اليوم ويجب أن يدفعها في المجلس الذي انعقد فيه الصرف فهذه لابد أن ينتبه لها الليبيون والمسلمون جميعا جزاهم الله خيرا